تستمر عمليات إغاثة الأشقاء في ليبيا عبر الجسر الجوي الكويتي هذه المساعدات تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجبر الصباح حافظه الله ورعاه بتسيير هذا الجسر لمساعدة الأشقاء الليبيين بعد تضررهم من الإعصار دانييل إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من قاعدة عبدالله مبارك الجوية زميل نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت نواف صباح كلب الخير ويارت تحطنا بالصورة أكثر حول استمرار الجسر الإغاثي لأشقائنا في ليبيا صباح الخير نجيب صباح الخير نورا صباح الخير كل من شهدنا الآن عبر برنامج العالم هذا الصباح في تلفزيون دولة الكويت مثل ما تفضلت نجيب حين الآن متواجدون في قاعدة عبدالله مبارك الجوية في مطار الكويت وبعد قليل إن شاء الله وطائرة من خلفنا طائرة تابعة طائرة أسكرية تابعة للقوة الجوية الكويتية في وزارة الدفاع وعلى متنها أطلان من المواد الإغاثية والإنسانية والمواد الطبية والغذائية سوف ترسل إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي في دولة ليبيا الشقيقة وبتعاون وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وبإشراف اليوم جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية حول تفاصيل هذه الرحلة معنا الآن السيد حمد العون نائب المدير العام في جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية سيد حمد صباح الخير شكرا لك على تلبية هذه الدعوة بالنسبة لتفاصيل الرحلة الخامسة من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي إلى الأشقاء في ليبيا تفاصيل حول هذه الرحلة أوي شيء بسلح ما رحيم أصبح عليك وعلى أخواني المشاهدين والمشاهدات طبعا بإذن الله اليوم تمطلق خامس رحلات الإقافة لإخواننا في ليبيا متضررين إحصار دانيال وتحديدا الرحلة الثانية لجمعية السلام لأعمال الإنسانية والخيرية وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزارة الخارجية ووزارة الجهود لله الحمد تم تعديئة هذه الطائرة في عشرة من المواد ومحتوياتها أكثر من عشرين مكينة لتعقيم المدن والمناطق من الأوبئة والفيروسات وأكثر من عشر تالاف كيس للموتة والجثث وأيضا ملابس وقائية عالية الجودة لانتشال هذه الجثث وأيضا الكمامات والماسكات كل الشكن لأهل الكويت والمحسنين وهذا أقل شيء قدمه حق إخواننا متضررين حسار دانيال في عد ليبيا لكي ينخفف من معاناتهم سيد حمد كل الشكر لك ونتمنى لكم التوفيق في الرحلة شكرا لك بالنسبة نجيب لنثل ما ذكرت سيد حمد العون نائب المدير العام لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية حول تفاصيل الرحلة الخامسة من الجزر الجوي الكويتي الإغافي إلى الأشقاء في ليبيا نواف شراك مراسة تفزيون دولة الكويت شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم